بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم حياكم الله طلابنا وطالباتنا حياكم الله في هذا اليوم الجميل والرائع والذي نقوم بعمل إثراءات ومراجعة لما تعلمناه حول ذلك الفصل والذي يتحدث عن موارد الأرض والحفاظ عليها للأرض موارد هامة جدا ويجب علينا طلابنا وطالباتنا اتباع طرق ووسائل لكي نحافظ عليها سوف نثري معلوماتنا أكثر وكذلك نراجع ما تعلمناه سابقا حول المفردات حول كذلك الاستنتاجات وكذلك سوف ندري لكم بعض الأسئلة التنشطية في ختام ما رجعناه لكي نستكشف نحن وإياكم ما تحدثنا عنه سابقا ونقيم أداءنا ننطلق وإياكم في عنوان درسنا لهذا اليوم كما تشاهدون أمامكم عنوان درسنا هو موارد الأرض والحفاظ عليها في البداية طالبي وطالبتي تعرفنا على مفردات الدرس الأول من ذلك الفصل موارد الأرض والحفاظ عليها من أهم المفردات خلال ذلك الفصل تشاهدون التربة وذكرنا بأن التربة خليط من فتاة الصخور وبقايا من أجزاء نبتات أجزاء مخلوقات ميتة تكون هذا الخليط أو يكون ذلك الخليط ما نسميه بالتربة كذلك طالبي وطالبتي الطرق والوسائل التي تساعدنا في حماية وحفظ هذا المورد الهام وهو التربة إذن حفظ التربة هو حماية التربة من التلوث من الإنجراف من الأخطار التي قد تسبب أضرارا لتلك التربة كذلك طالبي وطالبتي نطاق التربة وهو الطبقة أو طبقات التربة المختلفة ما بين التربة السطحية وتحت السطحية والتربة الصخرية وغيرها من النطاقات التي تمثل طبقات لهذه التربة إذن نطاق التربة كل طبقة من طبقات التربة من السطح حتى نصل إلى الصخور المجوة في الدرس الثاني انتقلنا وإياكم إلى مفردات أخرى هذه المفردات تتحدث عن الطاقة المتجددة وغير المتجددة من أمثلة ذلك الطاقة الحرارية الجوفية كمصدرا من أهم المصادر للطاقة المتجددة فالطاقة الحرارية الجوفية هي الطاقة التي مصدرها باطن الأرض كذلك تعرفنا وإياكم على نوع آخر من مصادر الطاقة المتجددة وهي الطاقة الكهرمائية نستفيد منها عبر توليد الكهرباء باستخدام طاقة المياه كذلك طالبي وطالبتي تعرفنا على مفردة ثالثة وهي الخلية الشمسية تعرفنا على أن الخلايا الشمسية هي عبارة عن أداة تقوم بتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية تضيء لنا كذلك المدن تضيء لنا المنازل وبالتالي نستطيع الاستفادة من هذه الطاقة لتحويل الطاقة الشمسية وشعة الشمس إلى طاقة كهربائية عبر الملخص المصور للدرس الأول طالب وطالبتي تعرفنا على التربة وذكرنا بأنها خليط من فتاة الصخور قمنا بإعداد مطويات حول هذا الدرس كذلك تعرفنا على الطرق التي تساعد في دعم التربة والعمليات التي تؤثر في التربة وتسبب لها تلوثا كذلك تعرفنا نحن وإياكم على كيفية المحافظة على تلك التربة والعناية بها بما أنها موردا من الموارد الهامة للأرض كذلك طالب وطالبتي تعرفنا في الدرس الثاني على ملخص آخر وقمنا بإعداد مطوية أخرى والتي تشمل طرق حفظ الموارد موارد البيئة كالتربة كغيرها من الموارد الهامة للبيئة إضافة إلى ذلك تعرفنا على الطاقة البديلة الطاقة المتجددة وهي التي تساعد في التقليل من استخدام الوقود الأحفوري كمصدر من مصادر الطاقة غير المتجددة إضافة إلى ذلك تعرفنا على القواعد الثلاث التي نستخدمها أو التي نستفيد منها حتى نحافظ على البيئة ونحافظ على موارد الأرض وهي إعادة الاستخدام والترشيد وكذلك كما تشاهدون أمامكم التدوير إذن هذه العمليات الثلاث أو القواعد الثلاث دائما ما تساعدنا على حماية الموارد وكذلك الحفاظ عليها لننطلق وإياكم إلى بعض الطرق التي تساعدنا في حماية التربة ما هي تلك الطرق التي تحدثنا عنها طالبي وطالبتي أحسنتم رائعون لدينا طرق كثيرة منها التسميد وكذلك طالبي وطالبتي كما تشاهدون أمامكم الأشغطة المتبادلة إضافة إلى ذلك الدورة الزراعية كذلك طالبي وطالبتي الحراثة الكنتورية وكذلك من الطرق التي تساعدنا في المحافظة على التربة المدرجات وكذلك مصدات الرياح حتى لا تنتقل التربة من مكان إلى آخر وبالتالي نحافظ عليها بشكل كبير جدا القوانين التي تضعها الدول تعتبر إلزاما للمواطنين الذين يساعدون في حماية التربة والمزارعين بشكل خاص الجهود الفردية وكذلك ما نقوم به نحن وإياكم الآن عملية التعليم والتي تساعدنا في المحافظة على هذه التربة والعناية بها إضافة إلى ذلك تعرفنا على التربة وذكرنا بأن هذه التربة عبارة عن خليط من فتاة الصخور من أجزاء من النبتات وكذلك بقايا المخلوقات الميتة تعرفنا على نطاقات التربة وذكرنا أن نطاقات التربة هي طبقات التربة تختلف هذه النطاقات ما بين النطاق التربة السطحية والذي نسميه بالنطاق ألف ويليه بعد ذلك مباشرة باتجاه الأرض التربة تحت السطحية إلى أن نصل إلى النطاق جيم وهو التربة الصخرية كذلك طالب وطالبتي تعرفنا على أنواع التربة من أمثلة هذه الأنواع تربة الغابات وما تحويه من كميات كبيرة من الدبال إضافة إلى التربة الصحراوية وكذلك التربة العشبية وتعرفنا على كمية المعادن الموجودة بكثرة في تربة الصحاري إضافة إلى اختلاف المواد الموجودة في كل نوع من أنواع التربة كذلك طالب وطالبتي تعرفنا على موارد الأرض وكيفية المحافظة عليها ذكرنا أن من موارد الأرض طالب وطالبتي التربة والهواء والماء هذه تعتبر من أهم الموارد التي يجب الحفاظ عليها ومن الوسائل التي تساعدنا أو الأضرار التي تسبب في هذه الموارد وتضر هذه الموارد طالب وطالبتي ذكرنا التلوث القاء النفايات جميع هذه الأضرار تؤدي إلى ضرر كبير جدا في هذه التربة أو في هذه الموارد وبالتالي قد يسبب في انخفاض الاستفادة منها كذلك طالب وطالبتي تحدثنا عن الطرق التي تساعدنا في حماية الموارد ذكرنا أن هناك طرق ثلاث أو طرق كثيرة جدا تساعدنا منها حماية التربة كأحد الموارد إضافة إلى ذلك عملية التدوير وكذلك طالب وطالبتي عملية المحافظة على الماء من التلوث من الأضرار التي قد تصيبه إضافة إلى التقليل من استخدام الوقود الأحفوري بشكل كبير جدا هذا يساعد على حماية الموارد وكذلك استخدام المصادر البديلة للطاقة كالطاقة الشمسية، طاقة الحرارة الجوفية أو الطاقة الحرارية الجوفية، الطاقة الكهرمائية هذه مصادر بديلة للطاقة تساعدنا في استفادة منها بشكل أكبر مكونات الوقود الأحفوري طالب وطالبتي ذكرنا أنه يتكون من الفحم والنفط وكذلك الغاز الطبيعي ليتكون بذلك هذا الوقود الأحفوري تحدثنا عن المصادر البديلة للطاقة وذكرنا أن هناك عدد من هذه المصادر من أمثلة هذه المصادر الطاقة الحرارية الجوفية والتي توجد في باطن الأرض إضافة إلى الكتلة الحيوية والتي نحصل عليها من مخلفات الحيوانات وكذلك فضلاتها إضافة إلى ذلك الرياح وكذلك طالب وطالبتي الطاقة الكهرمائية وكذلك الطاقة أو الخلايا الشمسية هذه تعتبر من أهم مصادر الطاقة البديلة أو ما نسميها بالطاقة المتجددة والتي نستفيد منها بشكل أكبر في حماية موارد البيئة وكذلك الاستفادة منها بشكل كبير جدا أما بالنسبة للقواعد الثلاثة التي ذكرناها والتي نستعملها في المحافظة على موارد البيئة ذكرنا أن هناك قواعد ثلاث من هذه القواعد الترشيد ذكرنا معنا الترشيد إضافة إلى ذلك تحدثنا عن إعادة الاستخدام إضافة إلى ذلك تعرفنا على عملية التدوير وكيف يمكن الاستفادة منها إضافة إلى ذلك طالبي وطالبتي سوف ننطلق وإياكم الآن إلى بعض الأسئلة التنشطية والتي تقيس مدى فهمكم مدى استعابكم لأهم المفردات التي كانت في ذلك الدرس عبر حمالة الأرض والمحافظة عليها لنتعرف على هذه المفردات ثم نضع المفرد المناسب في المكان المناسب دعونا في البداية نتعرف على هذه المفردات لنبدأ بالمفردة الأولى الدبال التربة التلوث نطاق التربة الكتلة الحيوية حفظ التربة الطاقة الكهرومائية الخلية الشمسية التربة السطحية الطاقة الحرارية الجوفية جميع هذه المفردات نريد أن نضعها في المكان المناسب لها لنبدأ بالمفردة الأولى في السؤال الأول واحد تستخدم السدود أو تستخدم السدود طاقة المياه الجارية لإنتاج الطاقة الكهربائية تسمى هذه الطاقة الناتجة من استخدام السدود في توليد الطاقة الكهربائية ماذا نسميها؟ أحسنتم رائعون بالتأكيد نسميها بالطاقة الكهرومائية تتحول حركة المياه إلى كهرباء هذه ما نسميها بالطاقة الكهرومائية ننطلق للسؤال الثاني تسمى الأداة التي تحول طاقة أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية ماذا نسميها؟ ماذا نسمي الأداة التي تستطيع أن تحول أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية؟ أحسنتم رائعون بالتأكيد هي الخلايا أو الخلية شمسية ننطلق للسؤال الثالث بنفس المفردات فراغ إضافة مواد ضارة إلى التربة إلى الهواء إلى الماء ماذا نسمي هذه المفردة؟ أحسنتم رائعون بالتأكيد هي عبارة عن التلوث إذا ما نضيف مواد خارجة عن الطبيعة وكذلك تضر التربة والماء والهواء فهذا ما نسميه بالتلوث ننطلق للسؤال الرابع فراغ جزء من التربة تكون أو تكون من المواد العضوية المتحللة ماذا نسميه؟ جزء من التربة تكون من المواد العضوية المتحللة أحسنتم إذن هو الدبال ننطلق وإياكم إلى المفردة التالية في السؤال الخامس تسمى الطاقة الحرارية والتي مصدرها بالتحديد باطن الأرض ماذا نسميه هذه الطاقة؟ أحسنتم بالتأكيد نسميها بالطاقة الحرارية الجوفية ننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي إلى السؤال السادس تتكون فراغ من فضلات النباتات والحيوانات وبقاياها تتكون من فضلات النباتات والحيوانات وبقاياها ماذا نسميها؟ أحسنتم بالتأكيد هي عبارة عن الكتلة الحيوية وذكرنا بأنها أحد المصادر البديلة للطاقة ننطلق بعد ذلك إلى السؤال التالي وهو السؤال السابع من طرائق فراغ التسميد والدورة الزراعية ومصدات الرياح التسميد الدورة الزراعية ومصدات الرياح هذه تساعدنا على حفظ أحد موارد البيئة ما هو؟ أحسنتم إذن بالتأكيد هي من طرق حفظ التربة ننطلق وإياكم إلى السؤال التالي وهو السؤال الثامن تسمى التربة في النطاق الذي توجد فيه معظم جذور النباتات والحيوانات ماذا نسمي ذلك النطاق؟ أو تلك الطبقة من طبقات التربة؟ أحسنتم بالتأكيد هي عبارة عن التربة السطحية ننطلق بعد ذلك طالب وطالبتي إلى السؤال التاسع بنفس المفردات تسمى كل طبقة من طبقات التربة الثلاث ماذا نسمي كل طبقة من طبقات التربة الثلاث؟ سواء كانت السطحية أو تحت السطحية أو حتى الصخرية أحسنتم رائعون إذن بالتأكيد هو نطاق التربة السؤال الأخير في المفردات طالب وطالبتي والمفردة الأخيرة نشاهد معنا فراغ خليط من فتاة الصخور وبقايا وأجزاء النباتات والحيوانات الصغيرة ماذا نسمي هذه المفردة؟ خليط من فتاة الصخور بقايا أجزاء نباتات مخلوقات صغيرة مئة أحسنتم رائعون إذن بالتأكيد هذه تعتبر التربة ننطلق بعد ذلك طالب وطالبتي لنفسر البيانات ونشاهد هذا التساول عبر هذه الصورة في إحدى حاويات النفايات وجدت النفايات التالية بحسب نسبها كما يوضحها الجدول أمامك طالب وطالبتي لدينا عدد أو نسب معينة من النفايات لنبدأ بالنفايات الأولى وهي فضلات الطعام إذن هنا نوع النفايات وهنا نسبة إلقاء تلك النفايات في هذه الحاوية نوع النفاية فضلات الطعام لاحظ معي كم نسبة فضلات الطعام في هذه الحاوية من النفايات أحسنتم 46% الزجاج رائع 2% مواد فلزية أحسنتم 2% ورق جميل جدا 14% بلاستيك جميل 13% نفايات المزارع رائع 8% مواد أخرى 15% إذن هذه الحاوية تحوي هذه النسب من النفايات لدينا تساؤل في أسفل هذه البيانات أي النفايات تشكل أكبر نسبة؟ وأيها تشكل أقل نسبة؟ وماذا؟ أستنتج عن طبيعة الناس الذين يطرحون نفاياتهم في هذه الحاوية نستطيع أن نحدد طبيعة الناس من خلال النسب الموجودة أمامنا أحسنتم رائعون إذن نقول أن فضلات الطعام تشكل أكبر نسبة نفايات أما أقلها فهي الزجاج وكذلك المواد الفلزية لاحظ الزجاج ومواد الفلزية إثنان في المئة بينما فضلات الطعام لاحظ تحتوي على ستة وأربعين في المئة من كمية ما يوجد في تلك الحاوية إذن نمط استهلاك الناس هنا يمكن تعديله كيف؟ أحسنتم رائعون وذلك عن طريق ترشيد استهلاك المواد الغذائية ومنها الناس سوف هنا لا يتعملون بالزراعة بمواد أكبر نظرا لعدم وجود مواد زراعية ولكن الأهم من ذلك هو توعية الناس في عملية ترشيد استهلاك المواد الغذائية إلى هنا طلابنا وطالباتنا وصلنا وإياكم إلى ختام درسنا لهذا اليوم حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في درسنا في الحصة القادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته